إن شاء الله بحقيقي ما يتحججش بالعذار السابقة اللي ياخد وقت وياخد فرصته. هو يمكن اتحاد الكرة المصري منتظر بطولة كاسقومة أفريقيا يمكن أن حتنطلق خلاص خلال أيام عشان غالبا المدرب اللي جاي حيكون أحد مدرب منتخبات أفريقيا سواء الفرنسي هيرفي رينار سواء ألان جريس المدرب الفرنسي المدرب منتخب السنقال ويمكن ده كلام عليه أكتر مبارح يمكن أحد المواقع الأفريقية متخصصة في شؤون الكرة الأفريقية قالوا أن اتحاد الكرة يمكن أبرم اتفاق مبدأي كده مع ألان جريس المدرب الفرنسي مدرب منتخب السنقال إن هو يتولى تدريب منتخب مصر عقب نهاية كاسقومة أفريقيا بإذن الله وقالوا أن هو بعد نهاية البطولة هيحصل على إعجازة لمدة أسبوعين وبعد كده ييجي مصر ويتم التعاقد بصورة رسمية فنتمنى إن شاء الله لو كان فعلا يعني ألان جريس هو مدرب مميز جدا وعنده خبرة ويباع في الكرة الأفريقية أعتقد ممكن يعني إن شاء الله لو جاي يكون اختيار صائب من اتحاد الكرة لكن نتمنى برضو لو فيه اتفاق يعني يكون اتفاق رسمي قبل البطولة أحسن ما تيجي نقول السبيب بتاع ألان جريس طبعا هو ضرب منتخبات كتيرة جدا في قارة أفريقيا ضرب الجابون أخير حاجة ضرب السنغال وقدر إن هو كان بيلعبنا في الكسفات اللي فاتت وقدر إن هو يفوز على منتخب مصر زهابا وقيابا ووصل لكاس أم أفريق من الشاب الصغير ومدارة هاني السنغال في البطولة يعني مثلا واحد زي دنبابا مهاجم السنغالي كان بيستبعده ما بيخافش من اسمه أو نجوميته لا بيجيب العيب فعلا اللي بيبزي المجهود جوه الملعب فأعتقد مدرب مميز جدا لو وقعت يعني اختيار اتحاد الكرة عليها يكون اختيار صائب لكن بقولك الأفضل إن هما يتعقدوا يعني لو فيه نية عقد يتم التعقد قبل بداية البطولة أحسن لأن الواحد مش ضامن برضو لو بعض البطولة ما تبتدي ممكن يظهر بشكل جيد ممكن السنغال تعمل مفاجأة وتاخد البطولة تلاقي العروض بقى تبتدي تنهال عليه ممكن يجي منتخب خليجي يتفعله فلوس أكتر فيغير كلامه فعشان كده لو فيه يعني اتفاق معايا يتم توقيع العقود قبل البطولة ده يكون أحسن لاتحاد الكرة المصر ويكون النظر بصرف النظر عن النتائج اللي هو هيعملها في البطولة لكن اللي احنا يعني شفناه إن هذا الرجل اعتمد على مجموعة شابة عناصر من الشباب في السنغال وقدر إن يعمل بيهم نتائج طيبة جدا ويوصل لأمم أفريقيا على حساب مين منتخب مصر نظبوط طبعا عمل نتائج كمان إجابية مع منتخب تونس كان هو يمكن من أحد أفضل المنتخبات في التصفيات بولك هيبقى اختيار مناسب جدا لمنتخب مصر إن شاء الله لو جي يمكن السنغال بتلعب في المجموعة التالتة مجموعة صعبة جدا معها غانا وجنوب أفريقيا وجزائر فحتى الميات دي تقريبا مجموعة الموت أربع منتخبات هم مالهمش خبرة قوي المجموعة بتاعت السنغال لكن احنا عايزين حد يكون لنا فريق شابة بزرطة هاو الفكرة اللي ممكن ينفع من منتخب مصر في الوقت اللي جاي